منذ بداية جائحة كورونا ومصالح الدرك الوطني تسعى جاهدة إلى العمل على المساهمة في كبح تفشي فيروس كورونا وهذا باعتماد عدة إجراءات كانت تهدف إلى بعث الطمأنين في نفوس المواطنين عبر تجسيد ثلاث محاور أساسية قيادة درك الوطني تبنت مخطط مخطط لتبنته في ثلاث محاور المحور الأول هو الوقاية والقيام بين جلس حمالة تحسيسية لفائدة المواطن هذا بطبيعة الحال المحور الثاني هو مكافحة المضاربة والنقطة ثلاثة من المحور تقيادة درك الوطني هي نشوفنا باللي بدأت الجريمة الإلكترونية وخاصة تفشي المعلومات الكاذبة والمغلوطة على مختلف الوسائل التواصل الاجتماعي من 1 جنفي إلى آخر رجوان 2020 واحدة درك الوطني على جنة 590 قضية سيبيرانية جنة الإلكترونية من بينها ما يقارب 40 قضية مربوطة بالأخبار الكاذبة والأخبار المغلوطة مخطط وعمل ميداني سريع مكن من تحقيق نتائج عديدة عن طريق تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لهذا الغرض عدد الأشخاص اللي خالفوا إجراءات الحجر ما يقالب 67 ألف شخص في 67 ألف شخص عندنا 14.485 سيارة تم وضعها في المحشر وعندنا ما يقارب 1400 دراجة تم وضعها في المحشر من 20 مارس إلى 15 جوليا 2020 لذلك هنا عدد القضايا المعالجة ما يقارب 10 ألف قضية لأشخاص المتورطين في قضايا مضاربة 10.196 شخص على سبيل الميتة المواد الغدائية المحجوزة ما يقارب 9 ألف طن من المواد الغدائية المحجوزة الأمن الصحي هو جزء من الأمن العام بمفهومه الشامل وهو ما يجعل مصالح الضرك الوطني تعمل دون هوادة وبجهود حثثة للتصدي لهذا الفيروس الخطير